إبراهيم العنقري مع جيرارد ولا رامي تونسي فوز باهت ولا زي ما يشوفه جيرارد أنه كان أداء ممتع شوف خلينا نكون صريحين يعني رامي يقول فوز باهت أنا أتفق ولكن يقول أن فوز لا يحكي الواقع وقد يكون مخاطئ يعني أنا استغرب تصريح المدرب الآن لما يقول كنا وكنا وكنا أنت شايف المباراة يا كابتن لأنه فريق ما كان بالشكل اللي نحن نتمنى الاتفاق يكون صحيح أنت فزت بالمباراة ولكن الاتفاق ليس بالشكل اللي حقيقة على ما يوجد فيه من لاعبين تذكر يا علي العام الماضي بعد جولة 11 كنا أنا وأنت ومحمد الشيخ وعماد وأستاذ صالحة بن أخا ترى تناقشنا بشكل يعني معمق في قضية جيرارد بعد 11 جولة كنا نقول أنه جيرارد لا يقود الفريق للتقدم شوف فيه نقطة مهمة جدا أنت عندك مشروع مثال بسيط أنت تبني ناطحة سحاب 90 دور تبنيها في خلال ثلاث سنوات يجب أنك في السنة الأولى مثلا وصلت إلى مرحلة معينة السنة الثانية مرحلة معينة فأنا أمشي معك على حسب الأيام والمسار في العمل أنا أشوف جيرارد ما يتطور الفريق معه يعني ليست القضية أنه يحتاج إلى فرصة أوكي أنا أعطيك فرصة ليش أنا أقول مثلا يايس له يحتاج إلى فرصة ويحتاج إلى عناصر لأنه يايس له يقدم عمل والفريق يتقدم لذلك انتظر أنت لا يمكن أن تتحكم على مدرب خلال شهرين ثلاثة شهور ولكن أن تكون في خلال ستة شهور في نفس المكان في نفس الموقع بنفس الأداء بنفس المشاكل هنا أقول لك وقف واشتويت في ستة شهور طيب الآن أنا بسألك واشتويت في سنة وأربعة شهور طيب أبو محمد شايف يعني باللي تشوفه من جيرارد ويعني وضع الفريق فنيا خلال الفترة الماضية كلها وهذه ما هي أول سنة لا مع الفريق حاسس أنه جيرارد ذهنه مع الفريق متابع يعني هو اليوم طالع بتصريح مع قناة ريد من تيفي كان يقول أنه يعني أنا أجدول حتى التدريبات على مباريات لفربول يعني هذا فيها إشارة أنه ذهنه مشغول في شيء ثاني يعني هذا حقيقة أولا لا يحترم عمله إذا كان يقول ذلكلمة فهو لا يحترم عمله لأنه أي إنسان عمله رقم واحد أنا عملي رقم واحد وهو المقدم ما يمكن أني أنا أتكلم بهذا الكلام وأقول والله أنا جدول على ليفربول معناته أنك لا تحترم عملك يعني هذا في حق الاتفاق هذا ليس جيد اللي أهم يا أخي علي الآن دوري المحترفين الإنجليزي بدأ في عام 92 الآن 34 نسخة من هو المدرب الإنجليزي اللي فاز بهذا الدوري؟ ترى ولا مدرب إنجليزي أعطيك سؤال أصعب عطني مدرب إنجليزي متميز في العالم الإنجليزي في الإدارة قد يكونون من أوائل العالم ولكن ترى في إدارة كرة القدم أو الإدارة الفنية في كرة القدم لا يكون إنجليزي متميز حتى الأرقام اللي حققها مانشستر اللي حققها الستي اللي حققها ليفربول ولا مدرب إنجليزي لذلك يجب أن نعرف أن الإنجليز جيدين في الإدارة في الشركات لكنهم ليسوا جيدين في إدارة كرة القدم في إدارة تريق كرة القدم أنا لا أرى مستقبل حقيقة لجيرارد معرك� Laurami لا وزيدك من الشعر بيت يعني جيراد أغلى مدرب في دور روشن أغلى من جسس أنت تتكلم هذا المدرب المفروض يعطيني الإضافة اليوم غير في الاتفاق أكثر من 30 لعب بين العام والسنة الفريق متغير ومع ذلك أنت المفروض تشوف الاتفاق بالعناصر هذه يأدي ويقدم أنا فكرني ببوب هاوتون تصديقا لكلام الكابتن إبراهيم كرات طويلة أغلب المبهرها يعني ألاحظ اللعب يعني ما هو هذا الاتفاق اللي احنا متعودين في السابق لما كان جندل الخصوم يلعب مثلثات ومربعات وتشوف اتفاق ممتع لكن مع جيرارد إلى الآن فريق ينقص الكثير فنيا